رفع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقية تهنية إلى فخامة الرئيسة المشير الركن عبد الرب ومنصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة لانتخابه رئيسا للجمهورية اليمنية في الحادي والعشرين من فبراير 2012 جاء فيها يشرفني وزملائي أعضاء مجلس النواب أن نتوجه إليكم بأصدق آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة العظيمة مناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية يوم الحادي والعشرين من فبراير 2012 في لحظة كان شعبنا اليمني ومختلف قيادته وعقلائه وحكمائه وأنتم على رأسهم قد أوصلوا البلد إلى بر الأمان ونأوا عن الفتنة وأثبتوا أن الحكمة اليمانية هي الأصل وأن إرادة الشعب الذي خرج لانتخابكم زرافات ووحدانة هي الأساس وأن الشعب اليمني بطبيعته منذ آلاف السنين مؤمنا بالديمقراطية ومنتمي إليها وهي جزء لا يتجزأ من تراثه فخامة الرئيس إن القهود التي بذلتموها لإنقاذ اليمن وأخراجه من دوامة الصراعات وحق اندماء أبنائه مقدرة وإذا كانت تلك الجهود قد وقهت بتمرد وأنقلاب العصابة الحوثية وفكرها المتخلف ومشروعها الإيراني المدمر وأقرقت اليمن على مدى خمس سنواته حتى الآن في بحر من الدماء وأشعلت الحرائق والنيران بكل أرجائه وأهلكت الحرث والنسل وسعت في الأرض فسادا رغم تمسك الشرعية بخيارات السلام ومد يدها له باستمرار وخير شاهد ما أفضت إليهم شاورات الكويت ووقعت عليه الشرعية ورفض المتمردون ثم اتفاق ستوكولم الذي حوله الحوثيون إلى مجرد ورقة قد تسقط في أي لحظة ولم ينفذه كعادتهم المكوث بكل اتفاق ولكننا نثق وشعبنا أنكم ستعملون على استعادة الدولة وإسقاط الإنقلاب بكل الوسائل الممكنة مغلبين خيار السلام في كل الأوقات والحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية مهما كان الأمر ومعكم الشعب اليمني أولا وأشقائنا في دول التحالف بغيادة المملكة العربية السعودية الذين حبوا لنصرة أشقائهم اليمنيين في وقت العسرة ولم يبخلوا بدم أو مال أو جهد ويعملون من أجل السلام ويدعون إليه بكل ما أوتوا من قوة إننا واثقون يا فخامة الرئيس أن الشعب اليمني سيعبر بقيادتكم جسور المحنة إلى واحة السلم والأمن والاستقرار وأن هذه العصابة الباغية ستندحر كما هو شأن العصابات الإرهابية والسلالية والطائفية والمناطقية والمذهبية التي تظهر بين حين وآخر في مختلف مراحل التاريخ نكرر لكم التهنئة ونشد على أيديكم وندعو كل القوى إلى وحدة الصف والموقف ونبدل اختلاف لمواجهة الشر المطلق الذي يمثله الحوثيون ترجمة نانسي قنقر